السلام عليكم ورحبكم معي من جديد نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال اليوم سوف نقدم لكم بعض الأفكار اللي ممكن تزينوا بيوم المائدة الرمضانية سوف نقوم بطباق اللي سيكونوا صحيين عن بعض المقليات سوف نقوم بطباق الدجاج المشوي كي جرائع جدا سوف نرفقه بالبطاطا اللي سوف نطيبها في الفران ونفقه بالبطاطا اللي سوف نرفقه بالطباق السلطان اللي سوف يكون منه بواعب هات الشكل اللي شفتون معي طباق خفيفة كما قلت لكم ممكن نزينوا بهم المائدة الرمضانية وعندما نطول عليكم نرككم مع المقادر وطريقة التحضير وفرجمهم ونوجد المغيناد أو شرمولة اللي سوف نرقد فيها الملحة سوف نحتاج الى نصف مع القصغيرة الملحة نصف مع القصغيرة التحميره نصف مع القصغيرة الخرقوم نصف مع القصغيرة خارجا وعندما نكتج اليابس ووربع مع القologist sur بالنسبة لبدرة التوم والدالة بعد البرامة حلاث بناسبة رف Kahlo Jagoshan persiq vol وعندما نجدوهم سوف نdockyt اشتركوا في المنزل اضعوا العصير و حامضة 4 كمية اضعوا معلقة صغيرة اكثر 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 اضعوا معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة المطارد أو الخردل نخلط هذه الشرمولة جيدا ومن بعد نرقد فيها الفخيضة الدجاج هنا نأخذ القطاع الدجاج ليس ضروري فخيضات ممكن أن تقوم بعمل أي طرف نأخذ الدجاج يكون مغسولا جيدا نفلح أو نشرح كامل بالموس ثم نторовع فخيضته ويعقوبة الطعام حيث على أن getting donated الذي أجعل سدع كامل الأبزال بنقضي أجل يضع زيت زيتن نضيف اليوم نضيف السيطان نضيف اليوم نضيف جميع الملح نضيف الملح تبقى على حسب الضوء ثم نخلط هذه الشرمونة جيدة ثم نخلط هذه البطاطا ثم نخلط هذه البطاطا مع التوابل جيدة حتى نتأكد بأن أحبت البطاطا كلهم ثم نسخن فران تنجز فران على 200 درجة ثم نخلط هذه البطاطا تنجز فران تقريبا بين 15-20 دقيقة من ربع ساعات إلى 20 دقيقة هنا أحضر الطبق الصغرات التي لا يحتاج إلى المساعدة خصوص وحيدة خيارة وحيدة ثمانت ممتازو و الكبير يمكنك إضافة المسألة نحن نأخذ الخص بطبقة أولى ستباع الخيار كدفاح من الفوق يمكنك إضافة طماطم إذا كانت لدينا طماطم كبيرة نستطيع قطع القطاع و نقوم بإضافة المسألة كبير نضيف الملحة و البزار نضيف الملحة و البزار السخنة مقلة سخنة جيدة وضعها في القطع للجاج يجب أن يكون التلقض كل مخلطة جيدة و يكون الحمدين و يجب أن يكون مضيئة يوجد طيب الصافي هناك أخرى من خلال الشرائح و تضيف المقلة و تضيف المقلة و من بعد سوف نضيفها في طبق تقديم سوف نضيفها من الصينية يجب أن تكون سخونة تهرس وهذه هي السلطة التي قمت بها من السمسم الأسود سوف تقدمها في الصحة والراحة بالنسبة للطبقة الثانية نتعلم على البطاطة من الجناب نتعلم على البطاطة التي قمت بها مع البطاطة وهذا هو الشكل نتمنى أن أعجبكم نتمنى أن أعجبكم نتمنى أن أعجبكم نتمنى أن أعجبكم فيديو قادم